السلام عليكم ورحمة الله إذا سويت معروفا في الناس وتبيت أنت فعبة أنصحك نصيحة عليك أنك تنساه المعروف إذا قم تذكر الليل النهار غالبا يضيع أجره لكن إذا نسيته الله سبحانه وتعالى ما ينساه لك أبدا بسطة يرويها واحد من الأخوان يقول جيت المدينة منورة يقول ونشبت أبي أروح لديرتي ما لقيت أحديني وديني الناس كلهم ما يروحون إلا جدة مكة لكن الشمال ما حدني بي طيارات ما به الطيارات يقول والسيارات كلهم ما يبني إلا جدة مكة يقولوا بحلت بعمري يقصد بالسيارات التكاسي الشاهد في الأمر يقول فيها كالشايب يقول نظر في وجهي وحن علي ورأف بي وأنه شاف محدم والديني قال يا ولدي يركب ركب يقول الله وركبت معه ومشينا يم الشمال وشكل الموضوع ذكر الشايب بسالفة حصلت له يقول سنتي من السنين كنت أنقل ركاب من السعودية إلى الشام يقولوا مرة من المرات بعد ما نزلت الركاب اللي معي نصيت هاك المطعم لجل أتغدى فيه يقول أخطاء ولو طلبت الطلب يقول منظرت لو أن هاك الولد اللي موه من هال الشام وليه ديني سيمر يبي أحد يعطيه أكل يقول سمعت صوته نبرت كلامه يقول لو الله يوم هزني هذا الولد ما من هالديار ذي يقول ونادي أنت منين يا ولد يقول ناديته جلسته معي ونشدت عن اسمه وعن ديرته يقول لو الله يوم علمني وعلمني بسالفته والعالم تحت العشرين سنة سبع طعش ثمان طعش تسع طعش بالكثير يقول قمت سؤالفه نويه قال الوالد كازني يم الشام لجل مقضات بجيبها له يقول وضيعت الدراهم وضعت يقول تغدعت نويه يوم أنه خلاصنا يقول ومد عليه خمسمائة ريال يقوم شاف قال يا عمي هذي واجد يعني خمسمائة هاك الام ترى واجد قبل ثلاثين سنة ذا الكلام الشاهد في الام وقلت يا ولدي يخذها وقض لزومك وممدي كل أيام خمسمائة بالنسبة لسواق تاكسي تراها أمر سايد بالحيل قم يا بشرة شرط قلت سام قال تراها سلف مهيب عطية قلت سلف مهيب عطية قال وش اسمك قلت اسمي أبو محمد الحربي قول ما بغت أقوله لكن قلت تسلع فرقتنا وياه مرة الليالي والأيام ويجي هاك السنة بعد ثلاثين سنة تقريبا يقول أخذت لي مشروع سقيا حول المدينة والمشروع السقيا أخذته بعد ما تركت التاكسي وصرت أشتغل على هاك القرية يقول أود ديلة موية موقع بيني وبين البلدية عقد قلوا يوم من الأيام هاك الظرية طال عمبل وايت مودي رد موية للديرة اللي أنا وصل لها الماوف نص الطريق إنثق علي الكفر لا والله يوم أني بلشت يقول فكت الكفر قم توقف للسيارات يقول كل من شافني أنا وكفرتي انحاش وتركني ساعة ساعتين ثلاث أربع يقولنا فيها الشمس يقول وفجأة إلا هاك الجيب بلا بيض الفكسار اللي يقول يوم الصفط عندي أمر مقدرها الله يقول أقبلت وقلت لو سمحت بك توديني للديرة الفلانية يقول والولد يناظر في وجه قال أسألك سواء قلت سام قال أسألك بالله قلت سام قال ما انت أبو محمد الحارب يقول تلا والله يقول والولد يفك الباب يقول هو يجين ويحظنه ويحب رأسي ويقوم يصيح بسم الله عليك أنت من أنت وين شو سالفتك ما تذكرني قلت لا والله يا ولدي ماني بذكر قال تذكر وجه قلت والله ماني بذكر وجه قال شفتين قلت لا والله ما أذكرني شفتك قال أنا الولد اللي كان في المطعم في الشام هاك اليوم اللي غديته وعطيته خمسمائة ريال قبل ثلاثين سنة قال والله اللي يوم اني تذكرته قال سبحان اللي طلعني لك في هالساعة قالت هترك الكفر هترك 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 وركب معي يقول والله وركب معي يقول والله يأخذني يديرتهم يقول وجه والقشيبان يقول والله يتحفون بيترحيب وعزائم ومفطيح وشيل وحط يقول يا جماعة أنا وراي عقد وراي نقليات تكفون لنضيعون الوقت يقول لا والله قالتهم لهي ذي قصادر كلها يهتم يقول واخدته شوي لولا أنا الوائد جاي مغيرات كفرات كلها كفرات جديدة ماخدت شوي يقول لولا أنا الولد جاي ومعه 25 ألف قلت خير إن شاء الله قال هذي عن الـ 500 قلت هذي 500 قال هذي 25 والله أنا ما تلحق جزائك يبشرك صرت ضابط ويعتبرني واحدة من عيالك قلت هذا شرف اللي يلا يجزاك خير يرحم والديك سبحان اللي خلاه يتعطى الكفر عشان يتغير الكفر كله وجه في وقع 25 ألف هذا له في الدنيا وما عند الله خير وأبقى خير ترى المعروف اللي تنساه الله سبحانه وتعالى ما ينساه انسوا معرفكم على الناس السلام عليكم